اعلان اللجنة الدولية لصليب الأحمر تعليق عملها الإنساني في الصومال يترجم في الواقع بتوقف توزيع مساعدات إنسانية كانت تقدمها اللجنة لما يزيد عن مليون شخص في جنوب ووسط الصومال قرار تعليق جاء بعد يوم فقط من دعوة الرئيس الصومالي العالم إلى تقديم المزيد من المساعدات قائلا إن حالات وفاة بسبب الجوع تسجل حتى الآن في مقدشو نشكر العالم على ما قدم لشعبنا ولكننا نكرر له النداء ونقول أن سهونا في حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات تردنا أخبار بموت أشخاص بسبب الجوع حتى في العاصمة اللجنة عزت قرار تعليق أنشطتها إلى منع ميليشيات محلية أبرزها حركة الشباب إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا بالجفاف وهي شبال الوسطى وقلقدود بوسط وجنوب البلاد وقالت إن تعليق سيستمر لحين الحصول على ضمانات من السلطات المحلية بأن يتم توزيع المعونات دون معوقات خضوة يرى كثيرون أنها ستفاقم من الوضع المتردي لألاف الصوماليين المتضررين من المجاعة التي ضربت البلاد مؤخرا ولا يزالون يعيشون مع تداعيتها آسف لقرار الصليب الأحمر لقد ثابرت للعمل في الصومال في أوقات عصيبة تعرض العاملون فيها للقتل وهم يخدمون المحتاجين أرى أن قرارها الأخير سيشجع القتلة والمجرمين على التماد في إجرامهم كان الصليب الأحمر يساعد الصوماليين منذ انهيار دولتهم في التسليميات وكابدت في سبيل ذلك الكثير من المشاق ولا أرى قرارها صائبا لأن ألاف الجائعين في المخيمات سيتأثرون بهذا القرار وتقول اللجنة إنها وزعت منذ أكتوبر من العام الماضي حسسا غذائية لأكثر من مليون شخص وقدمت دعما زراعيا لنحو مئة ألف مزارع ولا شك أن توقف هذه الخدمات سيترك آثارا في غاية السوء على المستفيدين منها قرار الصليب الأحمر الدولي تعليق عملياته الإنسانية في الصومال ليس الأول من نوعه فقد سبقته منظمات أخرى تعمل في ذات المجال وجبرت على ترك البلاد بعد تعرض العاملين فيها للقتل والخطف والتضييق وما يؤرق الصوماليين هنا هو أن تحذو حذوها منظمات أخرى لبن عبد الحرة مقدشو